اشتركوا في القناة والقيم في قضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السلام في شرق الأوسط ومزل الجهات قليمين ودنون يعقد دورة استثنائية خصصة جدولة أعمالها للدراسة والمصادقة على مجموعة من اتفاقية الشركة ومن العيون نتابع ربورتجا عن اتلاق إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 في أحد المختبرات الخاصة اهلا بكم بتعليمات ملكية سامية استقبل السيد عبداللطيف لدي الوزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين بمقر هذه الإدارة الجنرال دوكور دارمي السيرجون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين أعربا خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سيد سيمون مارتن السفير البريطاني المعتمد بالرباط عن ارتياحهما لعلاقات الصدقة والتعاون العسكرية التاريخية بين المملكتين والإمكانيات تعزيزها بشكل أكبر خاصة فيما يتعلق بالعمل المشترك وتبدل التجربة والخبرة بين القوات المسلحة بالبلدين وأوضح المصدر ذاته أن التعاون العسكري المغربي البريطاني يؤثره اتفاق إطار للتعاون العسكري والتقنية واتفاق حول وضع القوات وخلص البلاغ لأنه من جهة أخرى تنعقد لجان عسكرية مختلطة بالتنوب في الرباط ولندن للانكباب على مختلف أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة للمملكتين أكد مساعد وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى السيد ديفيد شينكر اليوم الاثنين بالرباط أن الولايات المتحدة تقدر دعم صاحب الجلال الملك محمد السادس الموصول والقيم في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل سلام في الشرق الأوسط والاستقرار والأمن والتنمية في مجموع المنطقة وفي القارة الإفريقية وشدد السيد شينكر عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريط على أن المملكة شريك وثيق للولايات المتحدة في طائفة من القضايا الأمنية في المتابعة لغالي الكرحي يدور الحديث هنا حول العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية على عدة أصعيد انطلاقا من الدينامية المستمرة للتعاون والتنصيق الهادفين إلى توطيد ركائز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين على أسس التنمية والسلم والأمن الإقليمي والدولي لقد كانت فرصة للحديث حول إمكانيات جعل الشراكة الاستراتيجية القوية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية أقوى تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس إننا نقدر دعم جلالة الملك المستمر والقيم بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشاركة مثل السلام في الشرق الأوسط والاستقرار والأمن والتنمية سواء إقليميا وبالقارة الأفريقية برمتها وبالإضافة إلى إشارته إلى العمل المشترك بين حكومتين البلدين لمحاربة كوفيد-19 أكد مساعد وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر على أهمية اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع البلدين والتي تدخل عامها الخامس عشر بحلول سنة 2021 في مضاعفة قيمة التبادل التجاري وتوسيع مجالاته أما على المستوى الأمني فقد تمت الإشارة إلى التعاون الدفاعي القائم بين البلدين واعتبره المسؤول الأمريكي رمزا للتعاون الستراتيجي طاول الأمد بين المغربي والولايات المتحدة الأمريكية المسؤول الأمريكي عبر عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها المغرب بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية نحن نقدر دعم المغرب المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا ونطلع في الأسابيع القادمة إلى نتيجة إيجابية من الحوار الليبي الداخلي الذي تقوده الأمم المتحدة أيضا المغرب أظهر كرمه من خلال إنشاء مستشفى ميداني ساعد أكثر من خمسين ألف لبناني في عقاب التفجير المدمر الذي عرفته بيروت غشة الماضي المسؤول الأمريكي أكد أيضا أن بلاده ستشرع في بناء منشأة قنصلية عامة بالدار البيضاء بقيمة تفوق ثلاثمائة مليون دولار واعتبرها خطوة جديدة تنضاف في سجل تاريخ طويل يجمع البلدين منذ القدم كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون مساء اليوم الاثنين بالرباطة أن الأجر الفعلية لآليات اشتغال صندوق محمد السادس للاستثمار ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة ووضح السيد بن شعبون في كلمة خلال جلسة مشتركة لمجلسي المرلمان خصوصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 حضرها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وعدد من عضاء الحكومة أنه سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الأليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية وتمكنه من هيئات التدبير الملائمة تفعيلا لتوجهات الملكية السامية مؤكدا أن الأجر الفعلية لآليات اشتغال هذا الصندوق ستتم خلال الأسابيع أيضا الاستثمار العمومي بصفة عما سيكون تدخل دولة بكل مكوناتها تلوان الخازينة العامة أو المؤسسات المقاولات العمومية أو الصندوق المحيز المتسادي للإستثمار ستبلغ مجملا 130 مليار درام هو مبلغ غير مسبق وأيضا فيما يخص خلق فورة الشغل ستكون حوالي تعدد 30 ألف منصب مالي التي ستحدث في 2021 أغلبها في مجالي الصحة والتعليم التي ستقدم 23 ألف وخمسمائة منصب مالي أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني اليوم الاثنين بالرباط أن تجربة أبانت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تعاطيها مع جائحة كورونا كوفيد-19 أبانت عن نجاعتها وعلى دورها الإيجابي في إقاف تدهور الوضعية الوبائية وتحسين مؤشرتها في عدد من جهة المملكة كما كشف رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن هناك مفاوضات مع ثلاث شركات أخرى لتوفير لقاح ضد فيروس كوفيد-19 بمجرد تواجده في السوق الدولية وقال السيد العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفاهية الشهرية لمجلس النواب الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة إن الحكومة تحرص في هذا المجال على أن تتموقع دوليا ومن هنا كانت اتفاقياتان مع شركتين منتجتين لهذا اللقاح وهناك اليوم مفاوضات مع ثلاث شركات أخرى لتوفير لقاح ضد فيروس كوفيد-19 بمجرد وجوده في السوق الدولية مشددا على أن اللقاح ينبغي أن يكون آمنا ولقد تمكنت بلادنا ولله الحمد بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله وبفضل انسجام مختلف المؤسسات وتعاون المواطنين وتلاحمهم من أن تحقق بلادنا إنجازات تدعو للفخر ومنها إحداث الصندوق الخاص بتتبير جائحة فيروس كورونا وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية والاجتماعية وتخصيص الدعم الاجتماعي في فترة الحجر الصحي لحوالي ستة ملايين شخص في فترة الحجر الصحي ودعم بنيات المنظومة الصحية وإنتاج المستلزمات التي تحتجها بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة في مواجهة جائحة كورونا كمامات مودي التعقيم وتوفير مختلف الاحتياجات المطلوبة بل وتصدير بعضها إلى الخارج وفي خبار المجالسية المنتخبة عقد مجلس جهة كريمين ودنون دورة نسيثنائية خصصها جدول وعملها للدراسة والمصادقة على مجموعة من اتفاقية الشركة تهم تقريب عديد الخدمات الأساسية وإنجاز مجموعة من البنيات والتجهيزات بمختلف ربوع جهة كريمين ودنون في المتابعة حفظ محضار غالي الكرحي وجمال الغصاصي زخم من اتفاقيات الشركة التي تهم تقريب العديد من الخدمات وإنجاز بنيات تعزز العرض التعليمي بأقليم الجهة والرفع من جاذبية السياحية ودعم القطاع الصحي فضلا عن مواكبة حاجيات ربوع الجهة على مستوى البنيات والتجهيزات الأساسية في صلب مدولة هذه الدورة الاستثنائية مؤسسة التعليم العالي تواكب انتظارات شباب الجهة من ثمار هذه الاتفاقيات التي صدق عليها المجلس بأغلبية الحاضرين مشاريع سوف تعطي إشعاع كبير للجهة خصوصا فيما يتعلق بالعرض الواسع لتعليم بالجهة هذا العرض يخص إنشاء المدرسة الوطنية لتجارة والتسيير بإقليمي ملوينسيجي وكذلك المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيديفني وأخيرا كلية متعددة تخصصات بأسالزاك هذا العرض سوف يضاف إليه أو هو يضاف إلى المعهد العالي لمهن البحر والصحراء الذي تمت مصادقة عليه سابقا بمجلس جهة قريمين ودنون والذي سوف يتم إن شاء الله إنجازه بمدينة الطنطان وسوف أيضا يتم هناك توسيع هذا العرض بمدينة الطنطان لكي تكون هذه المدرسة العلية لمهن البحر والصحراء بمثابة جامعة وبمثابة مدرس العلية إن شاء الله بمدينة الطنطان بين ما تميزت به هذه الدورة أيضا هو المصادقة على اتفاقية سياحية مهمة بأبينو ونتمنى إن شاء الله ونطمح أن تكون هذه المحطة السياحية بمعايير المحطات السياحية الدولية الكبرى التي تتواجد عبر العالم داخل المغرب هناك محطتين نطمح أن تكون إن شاء الله جهة قديمة مدنون في هذه المحطة الثالثة والتي سوف تجلب عدد كبير من السياح الداخليين الوطنيين ولكن أيضا من السياحة الدولية وسوف يكون لها إن شاء الله أثر جد كبير وجد إيجابي على السياحة داخل الجهة أيضا من بين ما تميزت بهذه الاتفاقية هو اتفاقية محاربة الكوارث أو الحد من أثار الكوارث الطبيعية وهذا الاتفاقية مناقشة هذه الاتفاقية جاءت على إثر الحريق تغمرت الأخير الدورة عرفت المصادقة أيضا على اتفاقيات الشراكة من أجل تمويل وإنجاز مشاريع إنمائية بمختلف الجماعات الترابية بأقاليم قليميم طنطان أس الزاقة وسيدي إيفني مصادقة همت كذلك إنجاز مشاريع طرقية تهم بناء وتوسعة وتقوية عديد المحاولة الطرقية بالجهة فضلا عن توسعة الشبكة الكهربائية وكذا إنجاز عشر محطات لضخ وتحلية المياه عن طريق استعمال الطاقات المتجددة لتأمين هذه المادة الحيوية بعديد مناطق الجهة مجموعة الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها مجموعة الاتفاقيات التي كانت تنتظرهم الساكنة بفارغ الصبر طيلة هذه السنوات الحمد لله تم المصادقة بإجماع المجلس الجهوي إن شاء الله فيما يخص بالنسبة للأقاليم الأربعة كلها كانت اتفاقيات التي تعطي إشعاع الأقاليم كلهم وإن شاء الله وحضور رئيس جامعة بنزهر اللي يعزز الحضور اليوم بشهدات الاتفاقيات التي فيها جميع كانت الكلية الأسا المدرسة العلية بسيدي إفنيت المدرسة القلمية جميع الاتفاقيات في هذه الميدان كلها تخدم شباب الإقليم وشباب المنطقة أيضا يخص مجموعة من المحاور الطرقية وأيضا هناك الماء الصالح للشرب أيضا هناك الصرف الصحي وأيضا هناك بعض المسائل التي تتعلق بالشباب يعني الدعم للشباب أدونا أن الدورة ندست في جود نقاش إيجابي وتمت المصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال بتقريبا بإجمع أعضائي الحاضرين أشغال هذه الدورة الاستثنائية لمجلس جهة أقليم مؤدنون ميزها انسحاب أعضاء فريق العدالة والتنمية من مداولات الجلسة جلسة تضمن جدول وأعمالها أيضا دراسة إعداد برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء الحرفيات ودعم التعاونيات النسوية بالجهة والمصادقة على اتفاقيات إطار لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب بجهة أقليم مؤدنون وقبيل العقاد هذه الدورة الاستثنائية لمجلس جهة أقليم مؤدنون أرجع أعضاء المجلس التداول بشأن النقاط المدرجة في جدول أعمال الجلسة الثانية من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر إلى موعد لاحق وتحديدا 27 من الشهر الجاري الجلسة التي تتضمن الدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة بين مجلس الجهة والتعاونيات والجمعيات بطراب جهة أقليم مؤدنون كان مبرمج الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة أقليم مؤدنون وطبقا لمقتضايات الفصل 37 من القانون التنظيمي للجهات قرر المجلس تمديد مدة الدورة ب15 يوم وبالتالي تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في يوم ثلاثة 27 أكتوبر على الساعة العاشرة سباحا وذلك نظرا للكمية الهائلة التي توصل بها المجلس من ملفات طلب دعم للجمعيات والتعاونيات وكذلك لعدم استكمال دراسة تقنية لهذه الطلبات في هذا الوقت الوجيز وبالتالي يبقى موعد مجلس جهة أقليم مؤدنون من أجل استكمال الدورة العادية لأكتوبر 2020 يوم ثلاثة المقبلة على الساعة العاشرة سباحا إن شاء الله وفي جدد الحالة الوبائية ببلادنا أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تجيين 2117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2449 حالة شفاء و48 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة ووضحت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19 أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 175.749 حالة ومجموح حالة الشفاء التام إلى 146.421 حالة تعافي بنسبة ناهز 83.3% في مرصف عدد الوفيات إلى 2976 حالة لتستقر نسبة الفتك عند 1.7% وفيما يخص الجهات الجنوبية تم تسجيل خمس حالات بجهة الدخل ودهب فيما لم تسجل أي حالة بجهة العيون السقي الحمراء وجهة قليميم ودنون عززا قرار وزارة الصحة القاضي بفتح المجال أمام المختبرات الخاصة للمساهمة في إجراء تحاليل الكشف المخبرية الخاص بفيروس كورونا المستجد الجهود التي تبذلها المختبرات العمومية في الكشف عن الوباء كما سهم في رفع الضغط عن هذه المختبرات والرفع من عدد الاختبارات اليومية للكشف عن فيروس كورونا النموذج من أحد المختبرات الخاصة بمدينة العيون في متابعة علي الكبش وإبراهيم جولي في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث العلمية والتجارب للوصول إلى اللقاح الفعى يستمر الفيروس في تعداد ضحاياه يوميا بين المرضى والموت عبر نتائج التحليلات المخبرية تحليلات أضحت متاحة خارج أسوار المستشفيات إحداها من داخل هذا المختبر الخاص هنا يجب أن نخرج هذا الحامد النووي مختبر يمكن المواطنين من إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المسجد بعد أن تم منحه ترخيصا من وزارة الصحة جنبا لمختبرات أخرى داخل البلاد ترخيص مقرون باحترام شروط السلامة الصحية والبيولوجية وفق محدداته تم تجهز هذا المختبر بش أنه المواطنين اللي بغوا يستفدوا من هذه التحليلة مثلا الناس اللي عندهم صفر أو الناس اللي غاد يلتحقوا بالدراسات ديالهم وبالجامعات وبالمدارس وكذلك الناس ديال الوحدات الصناعية الناس ديال الإدارات إذن المختبر رانى الإشارة ديالهم بش أنه يدلهم هذه التحليلة ديال بسعار ورد لهم النتيجة في أقل من 24 ساعة مدة زمنية من أجل الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من قبل المختبرات الخاصة حسب محددات وثيقة الترخيص وهو ما سيمكن وفق وزارة الصحة السلطات المختصة من التتبع الطبي للأشخاص المصابين والمخالطين وحماية الصحة العمومية إلى اسمارة ومواصلة لجهود تحسيسي وتوعية بخطر انتشار فيروس كورونا المسجد سطرت جمعية اليسر للتنمية والأعمال الخيرية بتنسيق مع السلطات المحلية والهلال الأحمر المغربي برنامجا لتوعية وتحسيس بأهمية تقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية الموصبها من لدن السلطات المختصة الفعاليات تضمنت قياس الضغط الدموي ونسبة السكر في الدم كما وزعت على المستفيدين من ساكنة مدينة الوحدة ربيب كمامات واقية ومعاقمات بالمجان وعينا الساكنة وعيناهم على ارتداء الكمامة وكذلك حتى يعبرنا لهم الضغط الدم لأننا لقينا ياسر من الناس فيهم الضغط الدم طال عليهم يعني ما عندهم حماية ما عندهم حماية ولا رقابة يعني على الضغط ديالهم لهذا وصلنا لهم هذه الفكرة وصلنا لفكرة كذلك الفيروس شهدت جيات الدخل ودي ذهب طفرة نوعية في المشاريع الفلاحية خلال السنوات القليلة الماضية ما جعل القطع الفلاحي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص العمل والسقطة بالاستثمارات بكر دليمي ومحمد يتاس قطع الفلاحة بجهة الدخل ودي الذهب يشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهة باعتباره يلعب دورا محوريا وأساسيا في ضماني الأمن الغذائي للمواطنين واستقراري الساكن القروية من بين القطاعات المهمة التي تشكل واحدة رافعة للتنمية الاقتصادية في الجهة هناك القطع الفلاحي الذي يعد من أهم مشغلي ليد العاملة في الجهة والذي من خلال مركز الجهة والساسمارات كانت تشغيل مع عدد من المستثمرين في أنهم يحاولون ما أمكن يقوموا بواحد تتمين أكبر لمنتوجات الفلاحية لكي يكون لك واحد القيمة مضافة يعني أكبر حيث أنه فيما يخص القطع الفلاحي فوزارة الفلاحة والسيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عاملت على برمجة عدة مشاريع تنموية بالجهة لهمت بالأساس سلسلة البواكر حيث عرفت المساحة المخصصة لإنتاج البواكر واحد الارتفاع حيث دست من صفر هكتار إلى أكثر من ألف هكتار حاليا والتي ممكنت الإنتاج 64 ألف طن من البواكر ذات القيمة العالية هذا الشيء يمكن من توفير 1.700.000 يوم عامل سنوي ويساهم القطع الفلاحي بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتجاري بجهة الداخل وديا الذهب إذ يقدم مجموعة من الخدمات منها على خصوص صيانة الطبيعة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيونجي كما يوفر المواد الأولية للصناعة القذائية القطع الفلاحي بجهة الداخل وديا الذهب هو قطع حيوي ومساهم أساسي في توفير فرص الشغل خصوصا في العالم القروي وتشكل المساحات الصالحة للزراعة جزءا كبيرا من مساحة الجهة برنامج التنموي الجديد للقالم الجنوية والذي يخص 5.000 كتار اللي تجعل من جهة الداخل وديا الذهب قطع فلاحي بامتياز إلى جانب الميناء الأطلسي الكبير اللي يمكننا في ذلك الزمن من صدره مباشرا من جهة الداخل والذهب اللي يفتح لها وحد الأفاق انفتاح بشكل مباشر على العالم الخارجي فمنذ اعتماد مخططي المغرب الأخضر كبرنامج طموح لتحويل استغلالي الأرض لا نشاط بقيمة مضافة تقوم جهة الداخل وديا الذهب بتصدير العديد من المنتجات الفلاحية خصوصا نحو الدول الأوروبية ومن بين أهم المنتجات الفلاحية المصدرة الطماطم كما أن جهة الداخل وديا الذهب أرادت من المنتجات الفلاحية أن تلبي أيضا حاجيات الطلب الداخلي والآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بجديد الصحف قراءة لمحمد الفيرس لنتابع نستهيل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غدنا ثلاثا من يومية الأحداث المغربية والتي كتبت عزلة قاتلة وتخبط غير مسبوك تعيشهم البوليساري والجزائر مع اقتراب صدور قرار جديد حول الصحراء بمجلس الأمن فبعد التهديد بالحرب والتلويح باحتلال معبر القرقرات عادت البوليساريو لممارساته القديمة وعمدت للتحايل على تقرير لأستراليا في محاولة للفت أنظار مجتمع دولي منشغل بالهزات الاقتصادية والاجتماعية للعالم وذكرت يومية الأحداث المغربية أن البوليساريو دأبت على اقتراف مثل هذه الأفعال بعدما استشعرت الجبهة وحليفة والجزائر بالغبن بسبب الانتقادات والتي توجه إليهما معا من قبل المتنظم الدولي وأضافت اليومية أن تسويق البوليساري والجزائر لخطاب غير سوي يأتي مع اقتراب عقد مجلس الأمن لدورة جديدة حول الصحراء وجاء في يومية الاتحاد الاشتراكي تتواصل الانتكاسات والإخفاقات المتتالية للبوليساري وكفيلتهم الجزائر وتزداد حدتها ففي نهاية شهر غشت الماضي انتشت جبهة البوليساري ومعها وسائر الإعلام الجزائرية على نحو لا يخل من غطرسة وخداء بزعم أن أستراليا تؤيد في تقرير الأمير العام للأمم المتحدة إلى الدورة الخامسة والسبعين لجمعية العامة تؤيد تنظيم استفتاء لتسوية قضية الصحراء والحال أن الأمر ليس كذلك تماما والواقع أن التقرير المذكور للأمين العام سحب بشكل نهائي بناء على طلب من أستراليا فيما أصدرت الأمم المتحدة سيغة معدلة للتقرير وفي هذه السيغة المعدلة لا تتضمن مساهمة أستراليا أي إشارة إلى قضية الصحراء وهما يضحض بشكل قاطع المزاعم الباطلة لجبهة البوليساريو والتي أفادت بأن كانيبرة تؤيد ما يسمى بالاستفتاء والذي أقبر بشكل نهائي منذ عقدين من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وحول الموضوع ذاته كتبت صحيفة بيان اليوم في عددها الصادر يوم غدين الثلاثاء وجهت منظمة الأمم المتحدة صفعة لوكالة الأنباء الجزائرية بتأكيدها رسميا على موقعها الإخبار الرسمي بأن المملكة المغربية لم تقدم ترشيحها في أي وقت من الأوقات للانتخابات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان والتي جارت هذا الأسبوع على مستوى الجمعية العامة نافية بشكل قاطع المعلومات الكاذبة والمضللة والتي روجت لها الوكالة الأنباء الجزائرية وفي الواقع أوضحت الأمم المتحدة أن المغرب لم يكن مرشحا لانتخابات مجلس حقوق الإنسان والتي جارت في الثالث عشر من أكتوبر سنة 2020 في نيويورك وأن أربع دول إفريقية فقط وهي كودفوار والغابون ومالاوي والسنغال كانت مرشحة مضيفة أن هذه البلدان الأربع تم انتخابها عقب هذا الاقتراع لولاية مدتها ثلاث سنوات 2021-2023 في مجلس حقوق الإنسان عن المجموعة الإفريقية يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة صباح يوم أمس لحد من توقف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين سبعة عشر وستين واربعين سنة وذلك للاشتباه في ارتباطه بين شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وأوضح بلاغ للمديري العام للأمن الوطني أنه جار توقيف المشتبه فيهم بوسط مدينة الداخلة وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث أنهم متورطون في تنظيم عاملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية تم إجهادها صباح نفس اليوم وتوقيف اثنين من المرشحين المشاركة فيها يبلغان من العمر عشرين واثنين وعشرين سنة بإحدى قرى الصيد البحري ضواحي المدينة ذاتها ونختم جولتنا الصحفية من صحيفة قودة الإلكترونية والتي كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية أعلن مجلس وجهة قليميم ودنون صبيحة اليوم عن تأجيل أشغال دورة المجلس الجهوي الاستثنائي لشهر أكتوبر إلى غاية يومه الثلاثاء السابع والعشرين من أكتوبر سنة 2020 بدءا من الساعة العاشرة صباحا وجرى إعلان تأجيل الدورة الاستثنائية لمدة خمسة عشر يوما وفقا للقوانين المنظمة مباشرة بعد انطلاق أشغالها نتيجة عدم توافق مكونات المجلس حول مسألة دعم اتفاقيات شراكة لعدد من الجمعيات والتعاونيات انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الحاج عبدالله المضنيب توفي عن سن تناهي 93 سنة فقيد تمر قبيلة أيت ياسين وعن سن تناهي 87 سنة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم جورج عبدالرحمن كارابوس المرحوم ذو أصول الفرنسية كان له أثر كبير في تأطير وتكوين أجيال متعاقبة بيقليميم حيث اشتغل بالحقل التعليمي بأونسسات عبدالله بن ياسين والحضرامي خلال ستينيات القرن الماضي ولا حدود أوسط ثمانيات منه وكانت له بصمته في تقوية قدرات ومهارات شباب المنطقة خاصة في مادة الرياضيات والفرنسية حيث تتلمذى على يديه عدد كبير من أبناء الإقليم والجهة عموما ممن يتبوؤون اليوم مراتب ومناصب عليا داخل وخارج الترابي الوطني كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عالي بعمود وللمحفوظ عن سن تناهز 72 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة يكووت المحمد سعيد وكان قيد حيات أحد أفراد قوات المساعدة وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عالي وللراحل أبنان عن عمر يناهز 70 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة يكووت أمزويك وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عبد الكريم لم رابطي عن سن تناهز 59 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة شرفار قيبات وكان قيد حياته محامي بهيئة أقادير قليميم العيون وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم السالك الهادي مثل محجوب والعمار والحسن والعبد الهادي عن سن يناهز 80 سنة الفقيد تنتمي لقبيلة تركز تاغمد الله جميع بوسع رحمة يسكنهم فسيح جناتي وألام ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون وبخصوص توقعات الجوية المرتقبة لـ 24 ساعة قادمة بحول الله من المرتقب أن تظل الأجواء مستقرة بالمنطقة مع سماء قليلة تسحب الأسافية على العموم فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 31 درجة بالرباط 30 درجة بسيدي إفني وأس 34 درجة بكليم واسمرة 30 درجة بالطنطان 32 درجة بزاك 31 درجة بالطرفية 32 درجة بالعيون 36 درجة ببكرة و28 درجة ببجدور كما ستصل درجات الحرارة إلى 34 درجة بكلتزامور ومضريقة و31 درجة بالتاخل 37 درجة بأوسد و36 درجة بالكويرة حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هادئة إلى قليل الهيجان ما بين الطرفية والكويرة وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان عند الزوال ببقي السواحيل شرق الشنس سيكون بحول إلى على الساعة السابعة صباحا و58 دقيقة وغرب على الساعة السابعة مساء و15 دقيقة درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 41 درجة بنوذيب و40 درجة بنوكشوت وكيهيدي 38 درجة بأطار 35 درجة بتوذن 36 درجة بزويرات والرابوني و31 درجة بتندوف وقبل الختام هذا تذكير بالعنوين الولايات المتحدة تقدر دعم صاحب الجلال ملك محمد السادس الموصول والقيم في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السلامي في شرق الأوسط موسيقى ومجلس جيس كليمي موادوني أحقد دورة نصف نائية خصصها جدول وعملها للدراسة والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشرق موسيقى وتابعنا من العيور بورتاجا عن انطلاق إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 في أحد المختبارات الخاصة موسيقى شكرا لكم على حسن المتابعة ودبتم في رعاية الله وحفظه موسيقى